مزداقا لقول خير الخلق أعظم الصدقة سقي الماء هو ما جعل جمعية قوافل الخير تخلد اسم الشيخ علي بوناب على أحد المناقب المائية في دوار الربحية من أصل خمس آخرين ببلدية خمس جوامع بولاية لمدية بدأنا مشوارنا مع الشيخ رحمه الله الدكتور علي بوناب في طاقة شمسية وحفل آبار صغيرة في الصحراء تمر رصد واتيميمون ومدينة سعيدة زوج آبار ثم انتقلنا إلى نقلة نوعية رائدة في المجتمع الجزائي وهي الفراج والخزان المائي حتى يستفيد منه القرى والدشر المحتاجة من مادة الحياة وهي سقية الماء وهي أعظم الصداقات هذا البئران كان يشرف عليهم الشيخ الدكتور علي بوناب شخصيا حتى وهو في حال مرضه فكان يتابعهما ويشرف عليهم شخصيا عن بعد والحمد لله تجسد المشروع يعني الحمد لله نصرى تشرب منهم الحمد لله فنسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم التجشين أن يصر به ما في قبره المنقب المائي يستعمل الآن كسقية لعابر سبيل وحتى كدعم لشبكة التزود بالماء الشروب لذات المنطقة في الوقت المنطقة كلها محتاجة حتى بما فيها البلدية محتاجينه في المسجد محتاجينه للمدرسة محتاجينه للدوار ومبدئيا حتى وما طلبوا منا سنزودوا حتى الشبكة البلدية من انطلاقا من هذا الله ونحن كبلدية أبدأنا الموافقة مبدئيا من الوقف هذا المكان طهر المكان المبارك وكان سبب فيه الشيخ علي بونب رحمه الله نرنا قايمين اليوم هنا نترحيم عليه بكذلك الحال شيخنا رحمه الله درنا مسيرة تستمر إن شاء الله الخير والبركة اللي راهي اليوم نقول كنسبة في الأمر هذا صدقة جارية من أعظم صدقات التي بقيت في ميزان حسنات الشيخ علي بوناب وستبقى كذلك في ميزان كل فرد من أفراد جمعية قوافل الخير فإرواء الضمع من أعظم أبواب التي تقود إلى الجنان ومن أسباب تكفير الآثام وباب عظيم لإذهاب الأسقام وفي ذلك فليتنافس المتنافسون فهي وحدها من تبقى يوم لا ينفع مال ولا بنون ترجمة نانسي قنقر